موسيقى للعام الخامس والعشرين على التوالي نظم بنك الكويت الوطني سباق المشي السنوي بمشاركة ما يقارب عشرين ألف متسابق ومتسابقة 25 سنة ونحن نسوي هذا المجال فيه نجاح مستمر وفيه ازدياد كل سنة عن سنة إلى أن وصلنا هذا العام إلى ما يقارب العشرين ألف مشارك وهذا رقم قياسي اليوم مسافة السباق 11 كيلو من الجزيرة الخضرة لشاطئ شويخ فعالياتنا اليوم مثل ما راح تشوف كرنفال على امتداد 11 كيلو هذا مشاركين طبعا عدد المتشاركين من الجنسين النساء والرجال نحن عندنا خمس فئات سيدات ورجال من 12 سنة لغاية 60 وراح يكون عندنا اليوم تكريم مية فائز عشر في عشرة من كل فئة تفاعلة جدا كبيرة لقيناها على طوال الشاطئ الخليج العربي 11 كيلو متر انطلاقا من الجزيرة الخضرة وصلنا إلى المكان اللي قاعد تشوفونا شاطئ شويخ الجمهور يعني حاول ناخد الأرقام النهائية ولكن مثل ما ذكرنا بالبداية اللي سجلوا معنا حتى آخر يوم للتسجيل كانت 19600 مشارك والجميع مستانس سيارات مقدمة من مجموعة الباطين جوائز لأول 100 فائز لكل فئة عندنا يعني عشرة لكل فئة طبعا احنا جاهزين تجهيز كامل حق كل الشركات شركات خاصة في البنك اللي تنظيف ونضمن ان نسلم كل المرافق مثل ما خنقوله استلمناها يتميز سباق بنك الكويت الوطني كأكبر حدث رياضي موجود هنا بالكويت وايضا يتميز بانه السباق للمجان لجميع الفئات العمرية من رجال ونساء يعني السباق مفتوح لجميع الفئات العمرية من سنة 12 سنة وما فوق وحتى لست سنة بعد مشاركين معنا وما فوق مجموعة الباطين ممثلة بعلامة تجارية رونو حريصة دائما كما عودكم الباطين على دعم الفعاليات الاجتماعية وحرصنا على دعم الوكثون بشكل دائم المتسابقون تنافسوا في السباق الذي بلغ مساره 11 كيلومتر حيث اشادوا بالتنظيم المميز احنا نسعد في هذه الفعالية اللي كل سنة تتكرر باعداد اكبر هالسنة سجلوا معنا 19 ألف وستمائة مشارك هذا لما تقول المسئولية الاجتماعية الحقيقية لما تقول حق الناس تعالوا مجانا شاركوا وبس امشوا هالنوع من السباقات تشجع اي شخص سواء رياضي ولا غير رياضي يطلع من بيتهم يحاول يجرب ومنها تكون انطلاقة حق الرياضة تنظيم جدا ممتاز صراحة احنا عاد اخذنا دورنا احنا وانا يتاتنا وقمنا نوزع الوادي معاد اكل وقهوة وككا وخربنا خربنا الرجيم مالهم بس التنظيم مال بنق الوطني امانة يشكرون عليه المنظمين كلهم اعطيكم الفعال فيهم مشكورين الغبس بتواجدكم ويانا اليوم سباق تقريبا هدعش كيلو وستمائة متر خلسته بساعة وعشر دقايق وايد حلول اجواء جدا جميلة هذي ثاني مرة اشارك هانا بسباق الوطني وقثون سنويا من وانا كنت اهل بسباق الوطني على طول بس ما كنت ايب نتايج فهذا اول مرة ان شاء الله ان تكون نتيجة احسا من قبل والله جيد وتنظيم حلو وتمنى الناس كلها تشارك الصراحة لان رياضة مفيدة حق الجسم اشتركوا في القناة